السلام عليكم النهاردة هكمل مع حضراتكم الجزء الثاني من اسعار مواد الزراعة اللي ما شافش الجزء الاول هسيبهه لك اسفل الفيديو وفي شاشة النهاية ده الجزء الثاني وياريت اي حد اشترى حاجة يا جماعة برضو يعرفنا اسفل الفيديو اشترى بكام هل الحاجات دي غالية رخيصة عشان نفيد بعد في التعليقات ولو انت محافظة اكتب محافظتك فين وعندك اقرب مكان بيبير حاجات دي فين علشان انا وانت وكل الناس تستفيد من الموضوع ده ويلا بينا نبدأ الفيديو ونشوف مع بعض دي يا جماعة صنية شتلات اللي بنعمل فاس شتلات دي بتاخد 72 شتلة هي خامتها كده طبعتها بتبقى كده عشان تضغط على الشتلة بالمنظر ده كده فتطلع معاك من الاسفل وفي اخرام من الاسفل هي 72 عين تاخد 72 شتلة انا جبتها من على نت اونلاين بس كان سعرها غالي ب65 جنيه طبعا يا سعرها غالي يا ريت لو حد عارف مكان بيبقى ارخص من كده يا ريت يعرفنا اسفل الفيديو بس للاسف المكان اللي انا فيه مكان ارياف ومفوش الكلام ده خالص فاقرب مكان يعني بعيد عني كتير قوي فحصل في موصلات كتير فجبتها اونلاين من عن نت دي سعرها 65 جنيه 72 عين تاخد 72 شتلة وده نص كيلو سماد عامل 30 جنيه السماد ده كويس جدا للنبات يعني اسمدة دي كويسة للنباتات الزينة طبعا الاسمدة اللي زي كده بحاول استخدمها على النباتات الزينة ما باستخدمهاش على الحاجات اللي بتتاكل الحاجات اللي بتتاكل باستخدم لها الكمبوست والسمات ده 42 بوتاسيوم وفيه كابريت وفيه فسفور يعني سماد كويس زي ما حضركم شايفين اتنين واربعين خمسة تمانية هو اكتر حاجة اللي البوتاسيوم فيه المبدالي اسم الشركة علشان ما فيش حد يفكر ان ده اعلان فيه منتجات كتير يعني زي ده برضو كويسة جدا يعني مش شرط النوع ده فيه انواع كتير كويسة اهم حاجة بتجيب الحاجة اللي نباتك محتاجها مش اكتر وده برلايت زراعي طبعا هكنا عارفين البرلايت ومهم جدا ومفيد جدا للنبات الكمية ده 20 لتر برلايت عاملين 85 جنيه يارب برضو اتفيدونا في التعليقات هو حاجة كده عاملة زي الفل يعني حاجة خيفة جدا ومفيد جدا للنبات وطبعا الحاجات اللي انا جبتها ده كلها هعمل عليها شرح تفصيلي الفيديو ده فيديو عن الاسعار بس علشان الناس اللي هتسألني بعد كده هبعتليها رابط الفيديو طبعا هندخل على المنتج اللي بعد كده وده فيرموكلايت فيرموكلايت زراعي بنستخدمه في الزراعة مفيد جدا وان شاء الله هعمل عليه شرح طبعا في منه خشن وفي منه ناعم انا كنت افضل اللي هو بخشن شوائعين كده حتى صرته على النت ان اشتريته اونلاين كان صرته خشن عين كده بس عادة مفيش اي مشكلة هو بيتضرب مع التربة مفيش اي مشكلة الشكارة هي يا جماعة بس انا هاته هي جاية في الكيس كده عشان بس بتنزل اتربة تحت الشكارة دي يا جماعة سبعة ونص كيلو بستة وخمسين جنيه طبعا يا سعرها غالي شوية لانها برضو يا جماعة بقولكم جاية من النت والحاجات دي بتبقى سعرها غالية عن الطبيعة بس للاسف المكان اللي انا فيه مفهوش الكلام ده ياريت حضراتكم اي حد جاب حاجة زي كده يعرفني برضو اسعارها ويعرفني الاماكن اللي انت جبت منها عشان تفيدني وتفيد نفسك وتفيد غيرك اما نبدله مع بعض الخبرة في الحاجات اللي زي دي والاسعار انت مش هيدحك عليك ولا انا هيدحك علي بعد كده هتبقى رايح عارف الاسعار هتدخل على اي فيديو زي كده اي جزء من اللي نزلته او من عند اي حد تاني من اللي عندهم كنوات في مجال الزراعة هبص على الاسعار هتبقى رايح فاهم وعارف الاسعار فمن الافضل اللي احنا نساعد بعض في الموضوع ده كل واحد يكتب هو منين اشترها مثلا من شاتلات اشترها حاجات من قصص الزراعة اشترها اسمدة اشترها منين وبكام الحاجات ده هتفيدنا كتير ومش هيتنصب علينا وانت بتشتري وبأكد على حضراتكم يا جماعة الحاجات دي انا بشتريها اونلاين انا مش تاجر او مش ببيع الحاجات ديت انا بشتريها عشان محتكها وعشان برضو ساعد حضراتكم اللي انت ميدحكش عليك وانت رايح لو حد جاب بساعدة قال من كده ياريت يعرفني في التعليقات واي حد عنده اي استفسار يسيب لي تعليق وانا ان شاء الله هرد على حضراتكم ويا ريت لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير ولو كنت مش مشترك معنا يساعدني انضمامك معنا في القناة والسلام عليكم